مرحبا بحضراتكم مرة تانية ولسه بنستكمل حلقتنا وفي أجازة العيد الحقيقة مش كل مصر بتأجز وفيه كده قطاعات وفقات معينة دايما في الفترات دي يمكن كمان دورهم بيزيد أكتر وطبعا لما نيجي نتكلم على الناس اللي هو بيكون دورهم مؤثر في فترة الأجازة وإن يكون فيه أمن مستتب واستقرار في الأوضاع لازم نتكلم على وزارة الداخلية والشرطة المصرية ورجال المرور نحن نهارده خلينا نتكلم أكتر عن فترة الأجازات أو فترة الأعياد اللي احنا داخلين عليها دي الإجراءات اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية ورجال المرور علشان يكون فيه انسيابية في الحركة مع مثلا فترة الأعياد بيكون فيه ناس بتتوجه لأماكن بشكل كبير فالزحمة دي ازاي بيتم التعامل معاها كمان الطرق السريعة اللي بيكون فيه ناس بتسافر عليها بيكون فيه تضافك كبير أيضا على هذه الطرق ازاي بيحافظوا على الأمن في هذه الفترة خلينا رحب معينا على التليفون بسيادة اللواء أيمن الدبع استشاري السلامة المرورية في وزارة الداخلية أهلا بيك معنا سيادة اللواء أهلا بيك يا فردن كل سنة وحضرتك طيبة واستاذة المشاهدين دايما بخيركم ناس بتجيب لأرحل المصر كل سنة وحضرتك طيب وكل مصر بخير يا رب وزي ما قلت يعني فترة الأعياد فيه ناس دورها بيزيد وحضرتكم طبعا بتقوموا بدور مهمة جدا في الفترة دي فترة الأجازات مش بتأجزوا مع بقية الناس يعني بيكون دوركم مختلف شوي لو نتكلم سيادة اللواء على خطة وزارة الداخلية من أجل عملية التأمين تأمين الشوارع والحركة المرورية في فترة الأجازات طبعا زي ما قلت كل سنة والشعب المصري كله بخير مناسب عيد الأطحى المبارك عدو الله علينا جميع بالخير والسعادة واليصف والبركات عيد الأطحى بيمثل مناسبة دينية وبيمثل عند الكثيرين مناسبة للخروج أجازة نزدية كبيرة فبيبقى فيه فرصة كبيرة للخروج وفيه بعض العادات الموجودة عند المصريين بقى الاتقال والزيارات والتزاور فبيبقى فيه رحلات غير عادية عن الأيام الفضائية وزارة داخلية كعاداتها كل عام فاستعد استعدادات كبيرة أول لنسب هذه المناسبات تحقيق الأمن والسيطرة على الطرق تحقيق السيولة المرورية على الطرق ففيه استنفار كامل لرجال وزارة الداخلية وكل التخصصات من ضمنهم طبعا تخصص مرور ولو كثير من الشغل في هذه الفترات في حالات طويلة فيها جزء كبير بيبقى رحلات ممتدة في حالات طويلة ثابتين تقنيم طبعا الطرق تحقيق قطاعات الطرق إلى قطاعات وفيه خدمات موسيارة على كل هدير قطاعات وكل ده مرتبط بغرفة العمليات المركزية لكل محضر ثم غرفة العمليات المركزية سواء ده العمل للبهور أو غرفة العمليات المركزية للوزارة متابعة لحظة بلحظة كل ما يتم على الطرق السليفونات طبعا مفتوحة وكثير من الموجودين على كل الطرق خدمات الإجازة الموجودة على الطرق وفي حالة وجود أي موقف طارق الاسطار بيجيره 122-111-4 أصدار رجال وزارة الداخلية موجودين وبيتم الانتقال وفحص الشكوى وتوسيل كل سوء الأمان وكل سوء اللي راحة لطويلة المواطنين اللي محتاج عنده مشكلة حفظية بيتم التعامل معه وعدم تركه إطلاقها إلا بعد الانتهاء منها بس أنا لها بعض الوصايا بقى إخواتنا اللي بيسعتوا على الطرق عشان يتحركوا بعد أمانه يبقى العيد كله هناء والرحلات بتاعتنا رحلات آمنة والسعيدة تيه بعض التوصيات المهمة جدا أول حاجة لو حضرتك عندك قيام برحلة هتبقى عالب على رحلة طويلة رائح تواحل رائح تزور الأهل في محبوط الصعيد أو بحري وعندك رحلة طويلة لدي من الأول بصاحة القصص العربية كويس تأكد من سلامة السيارة بتاعتي عشان ما تحسنيش في مطل الصارق يعني يقوليني أو تدخلني في إشكالية كل نتيجتها حادث يقوليني جميعا في بلنا العربية الإضاءة الصرعة للإطارات المية السبريد كل دي هم نعمل شيء سريع على السيارة كده وبقسم بعد كل فترة الشب çıkt ودرجات الحربة للمستة الحاجة الثانية أنم نتأكد نحن نطلع أيت طريقة نأخذ ماطن الحمد للد واليادي oshop لا أكد سبقى اي طرق رائعة رائعة سنحدد نحن نسلق اي طريقة عندنا طرق شريانية طرق سريعة طرق صحروية عندنا طرق مستجدد نحور الردق عندنا محور ودي مترول العالمين عندنا طرق في سيناء طرق في البحر الاحمد طرق في الاستعيد عندنا طرق في ونك بحري فنحدد نسلق نخش نعمل بحث كده سريع نشوف نسلق اي طريق والطريق هل طرق الدقيق وفي خدمات الموجودة عليهم وحطاتها نجي الوقود وخلاله ونبحث نعمل بحث فيها لعشر دقايق حبل ما نطلع رحلتنا حاجة الطاقة لما نجي نكسر معاس قيام الرحلة وهذه نقطة مهمة جدا مهمة جدا أننا نطلع في سلسيف مناسب يعني إيه مناسب؟ يعني لو هطلع رحلة طويلة 400-500 كيلو في أفضل وقت بالقيام الرحلة نطلع باعة شروق الشمس معاوم دور فعندنا اليوم ممتد الحرارة لسه لم تتسجع ناخد رحلتنا باتمئنان ومعانا أبطالنا فما فيه ده نطلع في وقت متأخر والليلي يجي علينا أو في فترة الظهيرة والحرارة المرتفعة دي تعمل لنا يعني نبقى تحضر مشاكل فنطلع دائما بعد رعاوم الضوء ده هيبقى معاس مناسب جدا للرحلة بتاعتنا الحاجة التالتة إحنا نشيب نجتازم بقواعد وآداب المرور نجتازم بحب الأقصى بالسرعة سرعات محددة على الطرق وكلها وفي لفتات على الطرق نجتازم بالحب الأقصى بالسرعة نجتازم بالمسار والحارة بتاعتي نجتازم للتنطل بين الحرارة مسافات الأمان بينه وبين السيارة نستخدمش الموبايل أسهل القيادة ده نقطة مهمة جدا نرجو جميعا نحضر من ده الموبايل أحد أهم أسباب مصادمات الطرق دراجات كثيرة فيها مشاعر فنطلعوا على استخدام المحمول أسهل القيادة لو فيه احتياج لمكالمة طريقة نتوقف ونقوم خارج الطريق ونجروا مكلمتنا ثم نستمر في الجزء ودينا صحيح بصفة عامة سيادة اللواء الحقيقة يعني نصيحة الموبايل دي تحديدا سواء بقى على صفر في موسم أعياد دي نصيحة أساسية لو حد جاله تليفون هو سايق بصفة عامة لازم يوقف سواء ويركن على جنب علشان لو هو مستعجل يعني يرود طيب لو هنتكلم على بخبرة حضرتك كده يعني بفكرة التعامل في موسم الأعياد والأجازات دايماً أكيد فيه أماكن بتكون مزدحمة في الفترات دي فقلينا سيادة اللواء إيه أكتر الأماكن اللي بتكون مزدحمة والله طبعاً قبل اليوم الثابت للعيد وقبل الوقفة طيب عندنا فيه تدفق عالي من رحلات على طرق السفر طرق المهدية للمناطق استحالية المهدية للمناطق وسط الدنسة المهدية للمناطق الصعيد لأتي رحلات مستتعة في هذا اليوم تزدهاب ليه عشان معارضي أجازة العيد سواء بصعبة الأهلة أو بصدفة دي تقاتيها كتبات عشرة بالجميع يعني زيادة تكتبانات عند الفوابات وعند مناطق دخول هذه الطرق بعد كده في اليوم الثاني بقى بيبدأ عندنا زيادات كتبات في مناطق المتمزهات بقى سواء مناطق شاطئية أو مناطق الميل الممتدة عبر ضبوع مصر كلها أو في مناطق المتمزهات فده بيتم تعديل الخدمات فيها تقعد آليات أو ناش وخلافه بكى القوات مترجلة ومتحركة وركبة عشان منع الانتظار في هذه المناطق لأن تعمل في كثثات شديدة جدا فبرض قوات اللي هتروح ممتازة رايح متنزة تعرف الحطة عربيدة كتير قبل ما تروح مستباش على الطريق العام وتؤدي إلى إشكالية كبيرة بعد انتهاء العيدة بتبدأ إلى حالات العودة وجد الكثفات في رحلات العودة فبيتم تعديل الخدمات أيضا على طرق السفر كلها على توقف المناطق الغربية أو الشرية أو في مناطق واسب ديرتا أو الصعيف برضو بنبه على قواتنا جميعا من فضلكم خلوا بادكم لأولادكم وما فيش باقي نستهدل السيارة ونروح للساحل أو نروح منطقة تحالية أو كده ونسيل السيارة لأولادنا يأخذوا العربية ويطلعوا ويحدث ما لا يحمد أطباء إذنك ما يعودش رخص القيامة ما تتسلموش العربية أكد بأنه كانوا كمان الناس في ودن اللي بيجذروا دراجات نارية لأطفال الصغيرين بيجذروا منطقة القطورة خلي بالنا أيضا من درس يعني إحنا نحاول نوفر يعني ذات أكدية بتحاول توفر تقدر كبير من الأمان ولو فيه أي ما يساء على الصرق في أي موقف طارق فممكن التواصل على يديره 122, 111 أربع أسطار هدمات مسيارة متعبا لتلقي البلاجات والانتقالية لكن من هي بقواتنا جميعا عدم استخدام هذا الرقب إلا في محله ولو في حالة وجود موقف طارق عشان نقلم من حجم الطلب على هذا الرقم في يقدر يؤدي الخدمة بتاعته بالكساء المفهول طيب سيادة اللواء لو هنكلم على فكرة وجود طرق بديلة أو أبرز التحويلات اللي بتحصل في الشوارع خلال الفترة اللي جاية بردو نحب ناخد فكرة عن عملية تبديل الطرق أو التحويلات أو يعني الطرق اللي يفضل ناخدها كطريق بديل للطرق اللي احنا متعودين عليها والله في فترة القادة يتم يقص كثير من الأعمال على الطرق كان عندنا كمان الجزء الكبير من طريق كندرية السحراوي اللي كان بيتم العمل عليه كان استطاقه والربوح تاني للطريق الرئيسي عندنا طرق أبقى اللي فاتنا جديدا جربوا الطرق الجديدة استجربوا طريق شوبرى بالها شوبرى بالها طريق رائع يعني في جداني سفرين من طريق الزراعي طريق اللي أوراق كندرية السفرين طريق كندرية السحراوي في جداني سفرين الزراعي الأوراق مناطق الساحل ومناطق الشمالية السبب من طريق ودي النترول على مين؟ قدم محور رودل طرج الطبعة لو رايح حشار مشيخ ومناطق الجنوب سيرة حشار مشيخ جديد بيربط من عيون موزة إلى حشار مشيخ مباجمة في جاعة حشار مشيخ الساحلي برضو عمزنا أسيوك الغربي ده طريق بيمثل بديل جيد جدا في الطريق الزراعي الغربي يعني قدر نستطيع نستخدم الطرق الحديثة ونشطها على وزائل التواصل وعلى الماكس وكده نلاقي الطرق دي رائعة جدا بسينا نتازل بضواجة القيادة الأمة في أثناء السياسة طيب عملية الإغاثة ساتلوا على الطرق وإحنا طبعا عارفين ورد جدا يعني لقدر الله يحصل مشاكل فتنصح بإيه المواطنين على الطرق تحديدا لو حصل أي حوادث أو أي مشكلة إزاي ممكن يستغيثوا أو يطلبوا المساعدة وهم على طرق الصفر أو أي طريق وغدينوا أي حاجة عندي بس حتى في اللي أنا قلت أن حدد معادة رحلة لتك دايماً اطلع رحلةك مبكرة بسيز داعي ليأذخر عليك الليل بالليل فأناقصة دايماً الرحلة بتاعتنا تبقى رحلة صباحية مع بيت الشروع تبقى رحلة تبقى رحلة تبقى رحلة آمنة ومسمعينة إن شاء الله لا بحصل موقف طريقة أولاً ما تنزعيش بشدة في داعي في داعي فريأكسي ما تنزعيش بيدوء أطرب بعرميتك خارج الطريق خارج الطريق تماماً مش في الحارة اليومنات خارج الطريق في منطقة آمنة توقف وقلع المثلة في العكس قبل السيارة بتلاتين مت ويتكلم إما خدمة الإجازة اللي يديهم 122 أو 114 أطفال أو أو حتى خدمة المجدة في خدمات مسيارة موجودة والتخلية بسعة بعدها كبير من السيارات في الخطاعات على كل الطرق على مستوى الجمهوري عن ضغطيها الحمد لله بشكل كبير يتم تلقي دلالك بتحديداً وتلقي اللي أنت عايزه والضبط محتاج وقود محتاج عندك مشكلة فنية العربية محتاج دليل يعني كل ده هو بتحت نظر وزارة الداخلية والتخدمات الإجازة الموجودة بيتم تلقي ويجب يومياً عادة كبير جداً بتتلقي خدمة الإجازة وبيتم الدفع بالقوات ويعني فرد هذا الموضف في الطارق على الطرق في تبرقها ويضوء وما ندرس هذين التليفونات إلا في حاجة الاحتياج عشان نقدر نتلقى منها الرد المناسب واللي نبتغيه واللي أشيأت من حجله هذين نتمنى طبعاً السلامة للجميع وبنشكر حضرتك ولكل المرور في مصر والشرطة المصرية على الدور المهم اللي بتقوم به بصفة عامة وتحديداً كمان في فترات اللعيات بشكرك جداً اللواء أيمن الدبع استشاري السلامة المرورية في وزارة الداخلية حبينا كده نتمنى على الأوضاع خلال الفترة اللي جاية وناخد نصايح بصفة عامة زي ما اسمعنا من سيادة اللواء في مجهود كبير جداً بتعمل من قبل رجال المرور لكن احنا كمان علينا دور الحية نفكر في الأوقات المناسبة نحنا ناخد فيها الطريق زي ما اسمعنا في موعيد يفضل اللي احنا نبتعد عنها وكمان ناخد حذرنا في السواقة وما نمسكش الموبايل ويعني التعليمات اللي احنا كلنا عارفنا طيب خلينا ناخد مع حضراتكم بعض من الأخبار العاجل بيانات خاصة بقداسة البابا توادرس الثاني وبالكنيسة القبطية الأورثودوكسية قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى قدم قداسة البابا توادرس الثاني التهنئة لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبرك وبعث قدسته برقية التهنئة بهذه المناسبة قال فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأورثودوكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك شاكرين الله الذي يعين مسعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليها يديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق أمال المصريين دمتم محفوظين بعناية الله وداما الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم دي كانت برقية أو رسالة التهنئة من قداسة البابا طوالرس الثاني ومن الكنيسة القبطية الأرثدوكسية للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى كمان قدم البابا التهنئة لرئيس مجلس النواب بعث قداسة برقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أيضا بمناسبة عيد الأضحى وقال قداسة البابا سيد المستشار حنفي جبالي أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم المؤكر بأصدق التهاني بحلول عيد الأطحى المبارك مصليا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق أمالهم دمتم في حفظ الله ورعايته أيضا من بيانات الكنيسة وبيانات قداسة البابا رسالة تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنا فيها قداسة البابا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس بمناسبة أيضا عيد الأطحى قداسة البابا سيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يسروني بالأصالة عن نفسي وبإسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأطحى المبارك مصليا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشراعية إعلاءا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الأمال والتموحات الوطنية كافة دمتم في رعاية الله وأمنه زي ما احنا شايفين كده رسائل تهنئة زي ما شفنا للرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس الشيوخ وأيضا هنأ قداسة البابا شيخ الأزهر بعيد الأطحى بعث قداسة البابا تودرس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأطحى المبارك وقال فيها قداسة البابا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يساعدني بالأصلة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك مصلين أن يوافق الله جهودكم المخلصة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوء دمتم محروسين في حفظ الله ورعايته أيضا هنق قداسة البابا فضيلة المفتي بعيد الأطحى وشافين أيضا تهنئة لوزير الدفاع أيضا بعيد الأطحى نحن شافين أكثر من برقية وأكثر من تهنئة من قبل قداسة البابا لمختلف المسؤولين طبعا على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأطحى وشفنا أيضا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مشاهدينا لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم خلينا نخرج لفاصل سريع وبعد الفاصل نستكمل حلقتنا س테قاتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة